نتلي من فلسطين يعني يفوط طعام من جارتها إلى الدار وبعد ذلك من كثر ما أصرت عليها الجارة بالحلف بقول بالله عليك أن تأخذ الطعام أخذت منها يعني الطعام هل يوجد عليها إثم أختي نتلي من فلسطين بارك الله فيك أولا يجب على المسلم أن يعظم اليمين وأن يعظم القسم ولذلك قال الله جل وعلا وحفظوا أيمانكم والإنسان إذا تساهل باليمين وأكثر من الحلف أصبح رخيصا عنده ويستمر الحلف في الحق والباطل والصح والخطأ فلذلك الإنسان لما يريد أن يقسم لا يقسم إلا إذا احتاج إلى ذلك أما القسم هكذا على كل شيء فهذا يضعف قيمة القسم ويضعف مسألة القسم لأنك أنت تقسمين بالله العظيم أو بإسم من أسمائي أو بصفة من صفاتي هذا الأمر الأول فحاولي أنك تبتعدين عن الحلف إلا إذا احتجت إلى ذلك أمر الثاني بالنسبة لصورة السؤال اللي أرسلتيه في الحالة الأولى يجب عليها كفارة يمين لأنها حلفت على المصحف والمصحف صفة من صفات الله عز وجل فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود ومن أقسم على المصحف وحنث وجبت عليه الكفار وجبت عليه الكفار فعليها الكفارة إطعام عشرة مساكين إذا ما كانت قادرة على قيمة الإطعام تنتقل إلى صيام ثلاثة أيام الحلف الثاني يختلف عن هذا الحلف ولذلك عليها كفارة ثاني فهي حلفت على قالت والمصحف هي ما جابت المصحف وضعت يدها مثل الحالة الأولى قالت والمصحف أو كلام الله عز وجل أني ما أقبل منها شيء طعام الدخلة الدار عندي ثم قبلت بعد إلحاح جارتها يجب عليها أن تخرج أيضا كفارة يمين ثاني إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام فأنت إخت الفاضلة إذا كنت أنت صاحبة السؤال أو تسألين عن امرأة أخرى عليك كفارة على الأولى وكفارة على الثانية كفارة يمين منعقدة